مفاجأة نهاية العام الحالي ما زالت تدور في فلك الصراع الامريكي الايراني مع ارتفاع حدة التوتر بين الطرفين ترامب يريد ان تكون ادارته ختامها نار ايران تفقد اهم احد علمائها النوويين محسن زادة وتقترب من اول ذكرى اليما لها بمقتل قاسم سليماني واتبع خامنة ان يطالبون برد لحفظ ماء الوجه في اقل نتيجة ولان العراق هو اكبر منطقة تتشابك فيها المصالح الامريكية والايرانية فان اي حدث ستنطلق شرارته من العراق موقع بوليتكو نقل عن مسئول عسكري امريكي قوله ان الجيش الامريكي على اهبة الاستعداد ويعزز قواته في الشرق الاوسط خشية هجوم ايراني محتمل وان البنتاجون يراقب مؤشرات مقلقة على هجمات محتملة من قبل ميليشيات ايرانية في العراق يأتي هذا في وقت اعلنت فيه القيادة الوسطى الامريكية تحليق قاذفتين من طراز بي 52 فوق مياه الخليج العربي مؤكدة ان المهمة هذه عبارة عن رسالة لمن وصفتهم بالخصوم المحتملين وانها تأتي للتأكيد على قدرة واشنطن على نشر القوة القتالية بسرعة في اي مكان في العالم المصادر الامريكية تتحدث عن هجوم ايراني محتمل على مصالح امريكية وايران كما هو معلوم لا تباشر الهجمات انطلاقا منها وانما عن طريق وكلائها في المنطقة اما ميليشي الحوثي او حزب الله اللبناني والاقرب للقيام بذلك ميليشيات الحشدي في العراق وخصوصا ان قائد فيلق القدس الايراني اسماعيل قآني التقى زعماء الميليشيات في بغداد قبل اسابيع ورغم ان ايران تريد تحمل الاستفزازات الامريكية حتى مجيء بايدن الا ان اطرافا نافذة فيها ترفض ذلك وتطالب بالرد ولذلك فان احتمالية حدوث صدام امريكي ايراني مركز اهتزازه العراق وارد من حيث مؤشرات الواقع في ظل حكومة حبيسة في المنطقة الخضراء لا تملك من امرها شيئا اشتركوا في القناة